اشتركوا في القناة طبعا احنا كنا عاملين في الإفنت ان احنا مطالبين ان احنا لازم يبقى على الجهاز بتاعنا برنامج ArcGIS يعني بس ايه يا ريت الكل يبقى جاهز بس انساتح برنامج ArcGIS معاش هنبتدي نشتغل عليه شوية بشوية بالنسبة للشغل طبعا اشان الشغل العملي ما ينفعش نخلي الاسئلة كلها تبقى اخر محاضرة لان طبعا هيتراكم علينا الشرح فاحنا شوية بشوية كل ما نقول كام خطوة كده هنسيب مسلا من عشرة دقيقة او حاجة الناس تبتدي تجرب نفس التمرين اللي احنا عملناه مع بعض كلها دا على جهازه لو بقى بقى وقت في الاخر خالص هنخلي الوقت دا للاسئلة الاسئلة بقى ابتداء من النهاردة هتكون عن الدرس اللي احنا شغالين فيه بس مش دا الموضوع الفاتي كده احنا عشان الموضوع الفاتي دي كانت مناقشة عامة كده فاحنا كنا نتكلم في كل الموضوعات بس من النهاردة ايه ريت نخلي الاسئلة الاول عن الدرس اللي احنا نشغح عليه بس ولو تبقى وقت طبعا بقى نبتدي نفتحها لأي سؤال عمي اه تمام كده هنبدأ الاول كده في العملي كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان احنا عندنا كده ملف باسمه ام اكس دي الملف الام اكس دوت هو الدوكمنت الخاص او اللي بيخرجوا برنامج الارك ماب احنا اتفقنا برنامج الارك جائس فيه اخر من انترفيس من ضمنهم برنامج الارك ماب تمام فالمكس ده الملف اللي بيخرجوا او الملف اللي بيحفظ عن طريق برنامج الارك ماب تمام احنا كده فاتحين معنا الارك ماب وفاتحين الدوكمنت الام اكس دي اسمه انترو داكشن تمام الاول الام اكس ده فايدته ايه فايدته احنا قلنا ان الارك ماب دوت من احد الوظائف بتاعته انهو بيعني تسلاي للدادا خلاص عن طريق ايه بقى عن طريق الام اكس دي دوت تمام كده طيب الام اكس ايه ده بيحفظ ايه يهمنا بس اني بعارفين ان هو بيحفظ السيمبولجي السيمبولجي بقى اللي هي الالوان اللي احنا اظهرنا بيها الداة تمام طيب ليه بنقول ان الارك ماب هو اللي بيحفظ السيمبولجي لان الالوان دي مش بتتخزن على الداة بيز نفسها الداة بيز بتحفظ الداة اللي هي ايه اللي هي الرأس واللي هي البيانات الوصفية اللي موجودة في الاتريبيوت كيب بس هو ده اللي بتخزن على الداتاباز. طيب الحاجات الخاصة بالسيمبولجي لا اللي بيحفظها هو الام اكسي دوت. يعني معنى ان احنا لو عملنا سيف للام اكسي دوت يبقى معناها ان انا عايز اخزن الديسبلاي بتاع الداتا ده بالالوان او بالسيمبولجي اللي احنا زبطينه عليها. تمام? طيب. اه لو جينا بس يعني احنا مش عايزين بس نطول في الحتة دي عشان احنا عندنا درس تانية هيبقى اهم من الكلام ده. تمام? احنا عايزين بس نعرف دلوقتي احنا عملنا ازاي الموضوع ببساطة احنا نفتح برنامج خلاص? يبقى اول خطوة ان احنا بنفتح برنامج طيب لو انا هنزل الداتا لاول مرة يبقى انا بستخدم حاجة اسمها الديتا طيب لو انا بفتح كان معمول يبقى انا بعمل حاجة اسمها قابل. يبقى انا دلوقتي اول ما بفتح من الاول مرة خالص بعمل حاجة للاتنين. يا اما انا بفتح mxd كان معمول مسبقا. فسعيتها انا هفتحه عن طريق open. وهروح اعمل browsing على mxd اللي انا كنت عامله زي ما انا عملت كده الوقت. وكده هو هيفتح لي document mxd كان معمول مسبقا. هيحفظه ايه? هيحفظه بنفس البيانات اللي انا كنت عملت لها اد فيه وبنفس ال setting بتاع ال system bulge ان انا احفظ بي document ده. خلاص? خلاص يبقى كده هو فتح لي mxd مسبقا. كان معمول واحنا كنا عاملينه حفظه. طيب ايه الابشن التاني? انا الوقت هعمل new. اللي هو هرجع تاني كاني فتحت برنامج لأول مرة. خلاص? ايه الابشن التاني بقى? الابشن التاني ان احنا هعمل اب data. وهروح على مكان ال database اللي احنا كنا اا اللي انا عايزة اصتارد بينها البيانات. خلاص? احنا المفروض ان ال database بتاعت ايجيبت باز مام دي كنا اا يعني حطناها في الميتنج المرة اللي فاتت على السن انتو تعملولها سيف عندكم في الكمبيوتر عشان نستخدمها المرة دي. فيا للتبقى. اه 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 انا عمله شير للتاني مش للجديد طب اول من اول برضو? لا لا مش باش دكтора ما حضر في. اه طيب احنا الوقت كده Weiterين كده barc map. çok faze next. kmak di church. خلاص ال autres تاني زي ما اتفلنا ان احنا هنعمل خلاص. المفروض يكون معانا الاتابيس دي اللي هي اسمها عشان هو ده التمليل اللي هنشتغل عليه النهاردة. فاللي ما كانش عامل لها سيف على الجهاز عنده من المرة اللي فاتت يا ريتني عامل لها سيف عشان ده التمليل اللي هنطبق عليه. خلاص. فانا كده بفتح الاتابيس دي الاول مرة فهبتدي افتح الاتابيس. اهي دي الاتابيس اعمل لها دابل كليك. بعدين هفتح حاجة اسمها فيتشور داتا سيت. عامل لها دابل كليك وهبتدي ادخل. كده احنا بنستارد الليرز او الموجودة قدامي. طيب هبتدي انا ازلهم ازاي? هستخدم من الكيبورد عندي الكنترول والشمت. شفت دي لو انا هسيلكت اول حاجة. مع اخر حاجة انا بسيلكت كل ده بالكتب. طيب كنترول بتعمل ايه? بتعمل متفارج. انا الوقتي هدوس كنترول من الكيبورد. كده انا بدوس على اللير او بختار اللير بشكل متفارج. تمام كده? طيب احنا عايزين نختار بعد اللير. يبقى انا هعمل سيلكت كنترول. هختار اللير دي. تمام? واعمل لهم ايه? طيب ايه اللي بيحصل بقى? كده البرنامج ابتدى يعرض لي والداتا اللي موجودة في الليرز دي. بس بيعرضها بشكل بيديها آآ سيمبولجي باي ديفولت كده. ما فيوش آآ يعني شغل كتير كده بحيز بس ان انا عيني تقدر تميز الاداتا من بعضها. اكيد لازم يعرضها بالوان مختلف. لحين بقى لما انا انا اغير السيمبولجي للالوان او للشكل اللي احنا عايزين لي. طيب السيمبولج ده فايدته ايه? ده بيساعد في ان انا بعرف بيه البيانات بتاعتي. طيب افرض ان انا عايز اخرج ال data دي. في صورة layout يبقى السيمبولجي ده بنسبالي خطوة مهمة جدا. ليه? لان انا بانتج الى حد ما الحريطة بحاجات standard شوية. فاعرج مسلا ابتدى عرض المسطحات المائية مسلا بدراغات الازرق. ابتدى اعرض الحاجات الاودية مسلا او السهول بالدراغات الاخضر. وهكذا ابتدى اعرض مسلا المرتفعات بدراغات البني وكده. تمام? طيب ابتدى اغير السيمبولجي ازاي? ال city مسلا دي شكلها بوينت. هو الاول بيبتدي يعمل اه ترتيب. بمعنى ايه? بمعنى هو لازم الاول. الاول ما بعمل قادل بيحط اللير اللي نوعها بوينت في الاول. ثم اللاين ثم البوليجون. طيب ايه الهدف من الموضوع ده? الهدف ان نسبة التغطية بتاعت البوليجون دايما بتبقى اختر من نسبة تغطية اللاين والبوينت. البوينت معروف ان هي معبارة عن نقطة مش هتغطي. غير الجزء صغير بس. لكن البوليجون دا دايما لو هو بقى في المخدمة يعني بقى هو الترتيب اللي فوق هيخفي كل الديل. بديل على كده لو انا عملت select للليير دي مسلا. وعملت لها drag. تبقى اول حاجة في الترتيب. احنا ما بقيناش شايفون كل الليرز اللي موجودة في نفس المكان تحتها. يبقى انا باخد اللير دي بعمل لها ترتيب حسب نسبة التغطية بتاعتي. دايما نخلي البوليجون هما اللي تحت. وبعدين اللاين فيها وبعدين البوينت هي اللي تبقى فوق خالص. تمام كده? طيب يعني بتدي ناخدهم بالترتيب كده. ونبتدي نعمل يشابه دي المسبق اللي احنا كنا عاملين اللي هو دا. تمام? احنا عايزين نعمل حاجة قريبة من كده. فهبتدي اعمل دابل كليك على السيمبل ده في اللير بتاعت السيتي. وهختار مسلا ان هي تظهر بشكل سيركت. ولونها مسلا هيكون مو. والسايز بتاعها تمام. وادوس انتر او اوكي. فيبتدي الداتا بتاعتي تظهر بشكل السيمبل اللي احنا اخترناه. طيب الترو احنا عايزينها مسلا تظهر بالسيمبل داي. فانا هعمل دابل كليك هنا. واختار اللير دي. اه هاختار السيمبل ده وهقول اوكي. تمام? طيب البحار. عايزين نختار حاجة قريبة من دراجات الازرق. فهنختار ده الاوتلاين عشان الاوتلاين بتاعه اسود وهبتدي من هنا. عندي امكانية ان انا غير اللون. تمام? فاخترت دراجة من دراجات الازرق. وهقول اوكي. طيب البحيرات. هي البحيرات مش باينة عشان بس هي المساحات بتاعتها صغيرة. لكن لو عملنا زوم عند المكان اللي فيه البحيرات هنشوف. هي ظهرة باللون البيج ده. احنا هنعمل دابل كليك. ونختار سيمبل. آآ سيمبل مناسب للمساطعات المائية. زي ده مسلا. نقول اوكي. فهنبتدي تظهر فعلا باللون ده. طيب المخفرات. نعمل دابل كليك. نختار مسلا السيمبل ده. نقول اوكي. طيب. نهر النيل. نهر النيل مفروض ان ده ما كانه. تمام? طب هو ليه مش ظاهر? هو مش ظاهر عشان هو في الترتيب تحت حدود المحافظات. تحت اللير بتاعت حدود المحافظات. اللي هي دي. تمام? فلو احنا اختينا اللير هنبتدي نشوف نهر النيل. طب بس احنا مش عايزين نخفل اللير. فهنعمل ايه? بقى الحل ان احنا نعمل اعادة ترتيب للليارز بتاعتنا. ونخلي اللير بتاعت نهر النيل هي اللي من فوق حدود المحافظات. فيبتدي يزهر عادي. طب لو حبنا نغير السيمبل بتاعه. خليكن هنختار ده. تمام? طيب حدود المحافظات مسلا. فظهرها بلون فاتح شوية. وهتبقى باللون ده. طيب. حدود الجمهورية هي نفس الامتداد بتاع حد المحافظة. يعني مسلا. لو احنا بكل اللير. فتحنا حد الجمهورية. هنأ ايه هو بالزبط نفس الامتداد بتاع البوليجونز اللي موجودة في حدود المحافظات. بس كلهم مندمجين مع بعض في اللير بطاعت حد الجمهورية. طيب لو فتحت. اه لو لو حطيت حد الجمهورية فهو يبقى انا مش هشوف حد المحافظة. ولو نزلته هو تحت يبقى انا مش هشوف حد الجمهورية. طيب ايه الحل? انا بقى تيجي اهمية السيمبولجي ان انا اختار اختيارات مزبوطة عشان اعرض الدياتا بتاعتي بشكل سليم. طيب ممكن احلها ازاي الموضوع ده. حاجة اسمها هولو. هولو يعني ايه? يعني بوليجون يظهر بشكل بس بدون لوم من جوه. وهبتدي اقبر بتاعي 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 مسلا يبقى كده. وهقول اوكي. فكده تبتدي تظهر حد اللير بتاع تحدي المحافظة والليير بتاع تحدي الجمهورية. خلاص? كده انا لحد ما اعملت بشكل مبسط لليير دي بحيث ان هي تتعرض او يتعمل لها عندي على طيب عايز احفظ الكلام ده كله هاحفظه ازاي? هعمل للمكان ده. وهبتدي مسلا اعمل على مسلا وهسميه. عايز طبعا تضير الاسم هتبتدي تحط الاسم اللي انت اللي انت عايزه وتختار من هنا البص اللي انت هتخزن عليه. الام اكس دي ده. وتعمل سيف. خلاص كده احنا كده بتدينا نحفظ ادي اهو بقى سمناه. ام اكس دي بقى احنا كده دلوقتي معانا ام اكس دي محفوظ جاهز ومحتفظ بالليير دي وبالترتيب بتاعها ومحتفظ كمان بالسيمبولجي بتاعها. طيب لو بحيث يعني معنى كده ايه? ان انا لو جيت ابتدي اعمل ادل اللير دي. سارك مات جديد مش هتنزل بالالوان دي. هتنزل برضو بالالوان اللي البرنامج بيفترضها عشان يعرف بها البيانات. يبقى ازا الالوان دي وترتيب اللير بالشكل ده اللي هيحتفظ بها بس هو الام اكس دي. يعني لو فتحت الام اكس دي ده فقط لغير هو اللي هشوف بيه البيانات بشكل ده. تمام? هي موجودة قرية على البيانات نفسها موجودة على البيانات لكن طريقة العرض بتاعتها الحاجة الوحيدة اللي هتحفظها لي هي هي بلنامج هي بلنامج الارك ماب في شكل الماب ديكمنت او الام اكس دي فقط لغير. تمام كده? احنا ممكن نوقف شارحة على الحتة سبايرا دي والناس تجرب تعمل ام اكس دي بسيط دي اللي احنا عمالناك كده? عشان ممكن هندخل بعد كده في حاجة جديدة. طيب يا جماعة يلا نبدأ تاني كده. المفروض ان احنا خلاص كده طبقنا التمرين بتاع الام اكس دي. بنبتدي ندخل في الدرس اللي بعده. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عشان نعمل مشاريع جاي اس احنا بنمر باختر من المرحلة. كنا بتادينا وقلنا ان احنا او مرحلة ان احنا مرحلة تجميع البيانات ان احنا بنجيب مصدر البيان اللي احنا هنبتدي نرسم منه وندخل منه البيانات. وبعدين تاني مرحلة بنبتدي نعمل جيو ريفرانس للصورة الفضائية او للسكان ماب. بس احنا هنعدي الخطوة دي نظرا لان اغلب المشاريع دلوقتي بتشتغل على ساتيلايت امج. والساتيلايت امج دايما اللي الشركة اللي احنا بنشتغل فيها بتبقى موفران لنا الصورة بالتعريف بتاعها. التعريف بتاعها يعني ايه? يعني الارجاء الجغرافي. يعني كل الصور اللي احنا الفضائية اللي احنا او الخرارات اللي احنا نشتغل عليها لازم تكون لها ارجاع جغرافي قبل ما نبتدي ننشئ الديتابيز او ما او نبتدي نرسم او نعمل ديشترايزنج عليها. ليه? لان احنا اتفقنا من احنا كل البيانات اللي احنا نتعامل معاها في بيئة الجائس هي بيانات لها لوكيشن. فما ينفعش ان انا ابتدي اعمل ديشترايزنج غير لما يكون الديتابيز بتاعتي متعرفة او معمول لها ارجاع جغرافي والخريطة او السورة الفضائية اللي انا بشتغل عليها لازم هي كمان تكون معمول لها ارجاع جغرافي. تمام? دي خطوة اساسية جدا. لكن في الاغلب في بيئة العمل يعني احنا خلاص الشركة اللي احنا نشعل فيها هتوفر لنا السورة الفضائية وتبقى جايلنا متعرفة جاهزة. تمام? طيب. الخطوة اللي بعدها ان انا انشئ قاعدة البيانات او الديتابيز. ليه? لان كل الرسم اللي انا هعمله او كل البيانات. طبعا كل الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت في النظر. طيب الانترفيس اللي بيبتدي ينشأ من خلاله الديتابيز او ان انا بقى اقدر اعمل من خلاله كريات للجيو داتابيز بتاتي هو الانترفيس اللي اسمه اركي كتالو. تمام? يبقى انا ما حب انشئ او اعمل اي حاجة في تصميم الديتابيز يبقى انا بقى بتعامل مع البرنامج الاركي كتالو. لما حب اعمل ديجي تايزنج او او اتخال البيانات او جيو ريفرونس او تسبليل البيانات او لاي اوت كل الحاجات دي انا بتعامل فيها مع الارك ماب. تمام? يبقى احنا لما نيجي تاني لما اجي اعمل ديزاين للداتابيز كل الادوات المسؤولة عن تصميم الجيو داتابيز بتاعتنا بتتم من خلال الاركي كتالوج. طب يجي من الاركي كتالوج. الاركي كتالوج بيفتح بطرقة يعنى ان انا بفتحه من جوه الاركي ماب زي ما احنا بناعمل دلوتي انا كدة فتحت برنامج الاركي كتالوج. ده برنامج الاركي كتالوج بس لما بفتحه من جوه الاركي ماب طبع key. تمام كدة هو الويندو صغيرة دي. ممكن برضوكون بفتح الاركي ماب تانية لواحده تمام كده احنا فتحين ب directement الر جيال المريفة لل cherche تمام كده فرق بين الاثنين هو ما فيش اي فرق تماما اللي انت هتعمله من الرجيال المريفة وهو بال συ agrar وهو بالضبط نفس اللي هتعمله بالرجال المريفة مفتوح في جزء من الشاشة من الارك ميل. مفيش اي اختلاف. فمش تفرق معنا خالص ان احنا نعمل تصميم للداتابيس دلوقتي من هنا او من هنا. تمام كده؟ طيب. اول حاجة بيعملها الارك كاتالوج ان هو بيعمل براوزنج للداتا. يعني ايه براوزنج للداتا؟ يعني ببتدي مثلا احنا كده الوقتي على الديسكتوب. ببتدي بقى هفتح فولدر اسمه ايجيبت بازماب. هفتح منه الفولدر ده انا كده وصلت للداتا بيز هفتدى افتحها. احنا كده باسمها بنعمل براوزنج تمام؟ ده غير طبعا المهمة الاساسية التعته اللي هي كادية الجيو داتا بيز ودي اللي هنتكلم عليها كمان شوية. تمام كده؟ طيب ايه هي محتويات الداتا بيز؟ الداتا بيز بتحتوي من الايكون دي اللي هي الستوانة اللي النهار ماضي دي معناها ان دي الجيو داتا بيز بتاعتنا. الجيو داتا بيز دي الكنتيرر اللي شاية للحكية اللي إحنا نقول عليها اللي هي هي بقدة؟ اللي بيندرج من تحتها اللي أنا عامل عليها ايه الكتلك ده اللي هي اسمها اييه deren يبقى الكبيرة اللي فوق هي اسمها ايه جايو ودا تبيز البديد بيز. اللي الأكسينشن بتاعها看 m db او جي دي بي. يأني عندي نوعين من الدا تبيز. اما دي Bee اللي هي جيو دي بي اللي هي فايل ديو داتا بيز. تمام؟ شاalan المنتحة ب التفاصيل دي دلوقتي لكن اللي يمن اعرف ان انا اول ما اشوف الاستوانة الرمادي دي اعرف ان احنا كده مسكين الجي وداتابيس طيب الجي وداتابيس دي بتحمل جواها ايه بتحمل جواها حاجة اسمها feature data set اللي هي الرمز بتاعها لتلات مربعات اللي فوق بعض دول خلاص طيب الفيتشر data set هي اللي شايلة ايه بقى هي اللي شايلة الليرز او بنسميها جوا بيئة الاركي جاي اس اسمها feature clauses تمام اللير ده اللي هو المفهوم الدارج او المفهوم العام لان احنا في الجاي اسم نتعامل زي ما اتفقنا ان احنا بنتعامل مع ليرز او طبقات بس هي اسمها جوا برنامج الارك جاي اس اسمها ايه اللي يكافئ اللير اسمها feature clauses تمام كده يبقى تاني انا كده احنا كده مسكين ايه مسكين جاي وداتابيس بيندرج من تحتها حاجة اسمها feature data set بيندرج من تحت الفيتشر data set كل واحدة من دول اسمها feature clause او layer تمام كده طيب وظيفتها ايه الفيتشر data set دي وظيفتها ان هي بتشير الكورنيت سيستم بتاع الليرز اللي بيندرج اللي بيندرج من تحتها يعني ايه يعني الفيتشر data set دي لو كنت انا ضبطها ان هي هتبقى الارجاع الجغرافي بتاعها اذا ايه untاتابiatыш curseURE 84 يبقى خلاص كل الليرزew اللي موجودة جوا الfeature data set دي كلهم لازم يبقوا WGS 84 تمام كده او لو انا ضبطتها утم يبقى كل الfeature clauses اللي هيبقوا تحت الfeature data set دي هم تمام يبقوا uTMs تمام كده يبقى الfeature data set دي وظيفتها ايه هي اللي بتشير الارجاع الجهرافي لكل الطبقات المندرجة من تحتها تمام كده؟ اللي بيعمله بقى الاركاتالوج ها بيعمل Preview مش Display Preview يعني ايه؟ يعني انا لو عملت Select دلوقتي على اللير دي وفتحت التاب اللي اسمع Preview احنا كده دلوقتي شايفين لير البونت هي دي نفس الdatابيز اللي احنا كنا فتحينها من الاركاتالوج وعملناها لامكس دي تمام؟ احنا الوقتي شايفينها من جول الاركاتالوج فلو انا جيت دلوقتي عملت Select على اللير بتاعت ال City فبقينا شايفيني عملت Select على اللير بتاعت الاودية فبقينا شايفيني الاودية طب لو عملت على اللير بتاعت البحار فبقيت شايف المحتويات او ال Data اللي متخزنة في اللير بتاعت البحار طب البحيرات نفس الكلام طيب حد خد بالو من حاجة ان كل اللير بتظهر بنفس السيمبولجي يعني ايه؟ يعني اي لير Point هتظهر بالشكل ده اللي هو السيمبوكسة السودة دي تمام؟ ادي اللير من نوع Point بس لير تانية برضو ظهرت بنفس الشكل طيب اللير البحار دي Polygon فظهرت بالشكل ده زيها زي البحارات برضو ظهرت بنفس السيمبولجي زيها زي حدون محافظة ما فيش اي تغيير اي اللي هي ال Polygon هتظهر بالشكل ده طبعا انا في ال Art Catalog بعرف اعمل زوم اين وزوم او تعدي تمام؟ كده طيب ال Line اي Line هيظهر بالشكل ده خلاص كده طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ما فيش حاجة اسمها سيمبولجي في ال Art Catalog احنا بنشوف احنا كده بنعمل Preview اعارض بسريع للبيانات اللي موجودة عندي طب لما احنا بقى سيمبولجي واشوف طبعا احنا هنا برضو بنشوف اللير كل واحدة حيما افتح اكتر من layer مع بعضه زي ما احنا شايفين كل ما بعمل سيلكت على layer هي اللي بتظهر والبقين بيختافه بعكس ال ArchMap ال ArchMap انا كل layer اللي انا نزلت لها او عم تلقيت على ال ArchMap شوفتهم كلهم مع بعض اوكي؟ والبينامج حتى بايد فولت عارض كل layer فيهم بسيمبولجي مختلف عن التانية استحادة يحصل ان هو يعرض اثنين layer بنفس السيمبولجي زيت كمان ان انا قدرت اتحكم في السيمبولجي وغيره حسب ما احنا عايزين تمام كده؟ كل التغيير في السيمبولجي والترتيب بتاع layer وعرضوهم كلهم مع بعض ده بنسميه display طيب لو انا حبيت اعمل display لل data يبقى انا بروح على برنامج ArchMap ال ArchMap مش مهمته ان هو display هو فقط بعمل preview بس عرض سريع كده لل data اللي عني لكن مهمته الاساسية هي design او التصميم في database تمام كده؟ يبقى لما احب بعمل Symbolجي و display انا ما افتحش الArk Catalog انا بروح للArkMap هي دي مهمته طيب لو انا دلوقتي بعمل تصميم للdatabase يبقى انا بروح للArk Catalog وهو بالمرة بيعملي preview سريع للبيانات او للايرز الموجودة عندي تمام؟ طيب هو دلوقتي زي معارض الرسم او الجيومتري بتاع ال data اللي في اللير دي احنا كمان نقدر نعرض ال description او ال attribute table او البيانات الوصفية اللي متخزنة لنفس اللير ازاي؟ احنا الوقتي ال preview بتاعنا متضبط على Geography Geography يعني بيعمل ايه؟ يعني بيعرض ال Geometry او الرسم طيب لو حبينا نستعرض ال attribute table يبقى انا بروح في المكان ده وبختار table فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل preview لل attribute table اللي مخزن مسبقا لللاير دي طيب الكلام ده كله تعمل ازاي؟ احنا لسه معرفناش الحياة دي تعملت ازاي؟ كل دي data معمولة جاهزة احنا لسه بنيبتدي بس نشرح عليها لكن احنا لسه متعلمناش اصلا للحاجات دي كلها تعملت ازاي؟ خلاص كده؟ ده كده عرض سريع للاول حاجة بيعملها ال ARC catalog احنا لسه ما دخلناش في ال design بتاع ال database ممكن برضو نقف مثلا 8 دقائق كده او حاجة بحيث الناس تبتدي تصارد ال data من خلال ARC catalog زي ما انا عملت كده قبل ما ندخل في ازاي احنا صممنا اصلا ال database دي انمرت قبل ما ندخل في ازاي قسمي انمرت قبل ما ندخل في ازاي احنا صممنا اصلا للحاجة احنا لما ندخل في ازاي احنا صغيرا زي ما انا كذلك زي ما انا ندخل في اتفاق بخلصت تانيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ نعمل كريات للجو داتا بيز لازم ابقى عارف انا بعمل ديزاين للداتا بيز شكلها اي يعني ايه نوع المشروع بتاعي ايه شكل البيانات اللي احنا اللي العميل عايزها ايه شكل الساترات الامج اللي انا اشتغل منها وبنانا عليه هبتدي اعرف اعمل ديزاين للداتا بيز هعرف الالي ارز اللي انا اشتغل بيها ايه البيانات الوسطية المطلوبة مني وهكذا هيا نقول ان احنا هنعمل بشكل مبسط كده ديزاين للداتا بيز مناسبة للرسمة على الصورة الفضائية دي طيب ايه يا مكونات الصورة الفضائية زي ما احنا شايفين بتحتوي على شوائر بس كده يبقى احنا دلوقتي هنعمل اول لير معنا اللير بتاعة الروت طيب نوعها ايه نوعها لاين احنا اتفقنا ان الثلاثة اشكال الرئيسية للجيومتري هما يا لاين يا بوينت يا بوليون تمام؟ احنا ديزاين اللاين للتمثيل في الشوائر اوكي كده يبقى انا كده ابتديت اقرر ان انا هيبقى معايا اول لاير هتبقى اسمها روت وهتبقى نوعها لاين طيب ايه البيانات الوصفية اللي احنا عايزينها او محتاجينها للاير بتاعة الروتز تمام؟ يعني ايه الاتريبيوت تيب والبتاعة هيبقى شكل عامل ازاي طيب فنفترض مثلا ان احنا اكيد عايزين اسمها الشوائر يعني اهم حاجة دايما في الشوائر يعني هزم يبقى معانا المعلومة بتاعة اسم الشارع خلاص يبقى انا كده قررت ان انا هعمل او حق اسمه النام اوكي هو ده اللي هبتدي خزن فيه البيان بتاع اسم الشارع تمام كده طيب انا محتاجة اعرف ايه تاني عن الشارع مسلا محتاجة اعرف الويتس بتاعه عرض الشارع قد ايه يبقى انا كده قررت ان انا هيبقى معايا فلد كمان في الاتريبيوت تيبول بتاعي اسمه ويتس عشان اعمل فيه ايه عشان اكتب فيه الرقم بتاع عرض الشارع طيب محتاجين ايه كمان محتاجيني النوع بتاع الشارع يعني هو شارع رئيسي شارع فرعي حورة ما ده احنا محتاجيني المعلومة دي يبقى انا كده خلاص بنا انا عليه كرار ان انا هيبقى معايا فلد تاني في اللير بتاعه الروت بنقول فلد تايب بتاع الشارع عايز مسلا اعرف السرعة المررية قد ايه يبقى انا معايا فلد كمان فلتيبل ده عن السرعة المررية تمام? طب الماتيريال بتاع الشارع الشارع ده مسلا اسفلتي ولا شارع ترابي ولا ايه بالظبط يبقى انا خلاص هعمل فلد كمان في اللير بتاعه الروت عشان اكتب فيه الماتيريال بتاعه الشارع وهكزا تمام؟ يبقى ادي كده انا دلوقتي قررت او تخيلت كده في ميه ايه المفروض بتاع اللير بتاع الروت اللير التانية المطلوبة احنا دهوقتي ده دهوقتي معي ليار تانية او المباني. خلاص? طب البيلدنج دي همثلها بشكل ايه? همثلها بشكل البوليجون. البوليجون ده اللي هو ايه? اللي هو المضلعات. اللي هي بتاخد مساحة. يبقى انا لازم همثل المباني دي على شكل البوليجون عشان على اقل اعرف المساحة بتاعك. طيب ايه البيانات الوصفية اللي انا محتاجها عن ليار بتاعة البيلدنج. محتاج مسلا اهم حاجة رقم المبنى. تمام كده? يبقى انا هعمل فيل فيل تابل عشان هحط فيه البيان بتاع رقم المبنى. محتاجة عرف مسلا عدد الادوار. يبقى انا معي فلد تاني هحط فيه الرقم بتاع عدد الادوار. محتاجة عرف الارتفاع. يبقى فلد تاني هحط فيه الرقم بتاع الارتفاعات. فلد مسلا للاستخدام. يعني المبنى ده استخدامه ساكني ولا تجاري ولا صناعي ولا ولا اداري. يبقى انا كده معي كمان فلد تاني. فيه النوبي رديق متوسط. انا كمان معايا فلد تاني بتكلم فيه عن حالة المبنى. ما كزا. بدي كده تاني لير. طيب واحنا ماشيين برضو. لقيت جوه المدينة بتاعتي خط سكة حديد. دفقنا من المرة اللي فاتت ان انا هافصل ما بين خط سكة الحديد والروت. لا مع ان اللي اتنين بالنسبة لي عبارة عن طرق واللي اتنين لاين. بس البيانات الوصفية اللي هحتاجها في هتختلف عن البيانات الوصفية اللي انا هحتاجها في يبقى كده بالشكل ده لازم افصل كل واحد منهم في يبقى انا كده بتكلم ان انا معي تالتة اسمها هتبقى عشان بتدارس فيها الخط بتاع السكة الحديد ده. طيب هاتكلم في كمان المفروض يبقى معنا اللي هي لعلامات الارضية المميزة. برضو اتفقنا من المرة اللي فاتت ان دايما في المشاريع اللي هي بتبقى عبارة عن تخطيط مدن. لازم يبقى معي ليرسمها اللاند مارك. اللي هي فيها اللي هي زي البنوك. زي الجوامع. آآ زي مسلا السوبر ماركت الاسام الشرطة. كل دي من نسبة لي آآ علامات اردام وميزة. طيب بمثلها بايه؟ بمثلها بشكل بوينت بتبقى فوق البلدنج. تمام? يعني وينفعش الاقي فيه لاند مارك في وسط الشارع. لا اللاند مارك دي بتبقى اوبرلاب فوق بتاع البلدنج. ليه عشان امايز اقول ان البلدنج ده ما آآ عبارة عن لاند مارك. طب ما خلاف اللاند مارك هو ايه? عبارة انا اكيد عن مبنى سكني. يبقى المبنى اللي مش سكني في الغالب هيبقى عليه ببوينت بتعبر عن اللاند مارك ايه نوها وايه اسمها? خلاص? يبقى انا كده قررت ان انا معايا آآ آآ نوها بوينت هيبقى اسمها لاند مارك. ايه الفلدات المطلوبة فيها ايه? محتاجين فيها اسم لاند مارك نفسها. وفلد تاني عن نوع لاند مارك. تمام كده? طيب. انا دلوقتي كده قعدت اتفرض على الصورة الفضائية بتاعتي. طبعا الشكل زي بتاع الداتابيس ده بيبقى فيه كده اجتماعات بين الشركة وبين العميل عشان احنا طبعا نفهم من العميل ايه وتطلبات المشروع بتاعته. هابطدى فهم منه هوا عايز يعمل ايه? وابطداء ترجم الكلام اللي هو اقولهولي او الحاجات اللي هو عايزها. لالداتابيس. تمام كده? وليكن ان هو ده شكل الداتابيس الى انا اتفقت عليه مع العمل. تمام? هابطده انفس بقى. هنفس فين? يبقى انا بفتح برنامج الاركتالوج. ليه هو اللي بتعمل فيه بتاع الداتابيس? تمام كده? يبقى ابتدى لوح لبرنامج الارت كاتالوب. عشان ابتدي انشئ قاعدة البيانات الجديدة وديو داتابيس بتاعتي. خلاص هنبتدي نقفل الفولدر ده. وعلى الديستوب مسلا هنعمل فولدر جديد. مثلا مي تست. تمام كده? انا كده دلوقتي روحت على الارت كاتالوج على على سبيل مسال طبعا كل واحد دي قدر ينشئ الفولدر في المكان اللي هو عايزه على الهارت بتاعه. وسمينا الفولدر بتاعنا اتنين وعشرين. اه تمام كده? طيب. قبل ما نقع في الغلطة الاكيد في الموظم يعني هيقع فيها ايه الفولدر كونيكشن ده? احنا لما بنسطب البرنامج الارت جايس لأول مرة على الجهاز بتاعنا. ما بجبتاش شايف هارد. تمام? سأبتدي عمل ايه بقى? ببتدي عمل فولدر كونيكشن. يعني ايه? يا لو عملت جده على فولدر كونيكشن دي او من الايكون ده. اللي هي اسمها كونيكتد فولدر. هبتدي عمل كونيكت مسلا. على الدرايف. سارين. على الدرايف الاي. تمام كده? فلما عملت كونيكت على درايف الاي ترى يزهر معايا ببنامج الاركتالوج يعني الحاجة اللي انا عملت لها جوه الاركتالوج اريدي هتظهر معي في الاركماب. والعكس يعني لو عملت من جوه الاركماب اريدي الحاجات اللي عملت لها هتظهر معي في الاركتالوج. تمام كده? طب لو انا مش عايز الداي يظهر معي هبتدي اعمله او من الايكون دي. ام هي هي. لو عملتك ديس كونكت فولدر خلاص انا ما بايتش شايف الاركتالي اي. طب لو انا عملتك فولدر كونكشن مثلا من جوه السي عالبروجرام فايل. يبقى ما بايتش شايف من درايف السي كله غير الفولدر اللي اسمه بروجرام فايلز. تمام كده? انا كده المرة دي احنا مش شايفين الدرايف بتاع السيب الكامل احنا شايفين منه الفولدر ده بس. تمام? بغض النظر ان الفولدر ده هي لو بيع لو جواء ملف ينفع تتفتح على برنامج الارك جائس فهبتدي لو فتحت الفولدر اللي جوه هبتدي اشوفي الملفات اللي ينفع بس تتفتح باستخدام برنامج الارك جائس. تمام? اما لو محتويات الفولدر دي فيها ملفات تانية ما بتفتحش جوه برنامج الارك جائس فانا مش هشوف دري الفولدر وهفتحها لقيه فوضي. تمام كده? طيب انا ليه بقولي الكلام ده? عشان الناس اللي هتبقى مستطابة بالنمج الارك جائس لأول مرة على الجهاز بتاعها مش هتشوف عندها الديسكتوب زي عندي. تمام? لازم بتعمل ايه من الاول تعمل نكتد فولدر وتبتدي تعمل كريك على الديسكتوب لو هي طبعا عايز تعمل التمرين وتخزينه على الديسكتوب وتعمل اوكي فكده هيبتدي الديسكتوب يظهر عندها في الارك كتاب. تمام كده? طيب. دي برضو نقطة مهمة كان لازم اقولها عشان الناس اللي نستطابة اول مرة ما توعش فيها. خلاص. طيب معنش نسيب التلات دهية بالزبط الناس تعمل كونكتد فولدر عشان ما ما يتغوش مني قبل ما نبتدي ندخل في ازاي نعمل ديزاين للداتابيس. التلات دهية بالزبط. خلاص كده احنا ابتدينا. قولنا ان احنا عوالياكن ان انا هامل البروجيكت بتاعي وابتديت ان انا جوة ديسكتوب عملت نيو. واخترت نيو فولدر. وسميته تست اتنين وعشر. تمام كده? طيب. على الفولدر اللي احنا انشأناه على الديسكتوب هبتدي هو كمان اعمل من عليه رايت كليك. نيو. خلاص اغلب شغلنا في الكريشن هنعمل رايت كليك ونعمل نيو. كده. هبتدي اعمل ايه بقى? هبتدي انشئ من الكبير للصغير. يعني ايه? يعني احنا اتفقنا ان اكبر حاجة عندما في الارت كاتالوج هي الجيو داتا بيز. الجيو داتا بيز دي جواها حاجة اسمها فيتشر داتا سيت. والفيتشر داتا سيت دي جواها الفيتشر كلاس. تمام كده? فانا وانا بنشئ او بعمل ديزاين للداتا بيز ببدأ من برا لجوه. يعني ايه الكلام ده? يعني هبدأ الاول اعمل نيو جيو داتا بيز. اوكي? يبقى انا هيجي على الفولدر. نيو جيو داتا بيز. هيزر قدام اختيارين. انت عايز تعملنا فايل يو داتا بيز ولا برسنال يو داتا بيز. هاختارين احنا نعمل برسنال يو داتا بيز. تمام كده? طيب هسميها ايه? هسميها تست. تست تمام كده? هي دي الحاجة الوهيدة اللي بيقبالها. اما الزق كل الكلام في بعضه ما عملش سبيس يعني بس بداية كل كلمة اعمل مسلا الحرف بتاع كابيتل. خلاص? يبقى البرنامج بتاعنا ما بيقبالش سبيس في اي شكل من الديزاين. يعني الكلام ده هيسري على وانا بعمل ديزاين للداتا بيز. يعني وانا بنشئ داتا بيز. او بنشئ لير. او بنشئ او بنشئ طيب برضو ابل منسى من الحاجات اللي احنا نحاول نتجنبها شوية في التعامل مع بنمج الارت جائس ااتجنب في الحاجات اللي فيها الديزاين الداتا بيز. الفيتشر داتا سيت فيتشل كلاس. لحد ما اتجنب العربي. يعني احيانا بيعمل مشاكل. فتجنب ان انا نكتب او اسمي اللير او الديتا بيز بتاعتي بالعربي. تمام? وتجنب ايه كمان? اتجنب الباس الطويل. يعني ما حطش فولدر بوا فولدر جوا فولدر. لقي الباس بتاعي طويل جدا. احيانا برضو ممكن اجا استخدم الارتجايس ان انا اعمل رانجي طول مثلا. فالطول دي ما تتطباش بسبب ان الباس طويل. فلو خدت الداتابيس بتاعتي وحطيتها على فولدر مثلا على طول على الديسكتوب او على الدرايف الاقي التول بتاعتي اشتغل تاعتي. فنتجنب مع الارتجايس الحروف اللي بالعربي. نتجنب الباس التولي. احنا كده انشأنا ايه? انشأنا الجيو داتابيس. لسه فاضي مفيش تحتها اي حاجة. طيب الخطوة اللي بعدها هعمل ايه? هعمل رايت كليك من عليها. واختار نيو فيتشر داتا سيت. طيب الفيتشر داتا سيت دي هسميها ايه? سميها مسلا كايرو. ليه? عشان انا هرسم على الصورة الفضائية بتاع ده احنا شفنا من الصورة الفضائية ده اا منطقة المهندسين في القاهرة. يعني حتة من الزمالك وحتة مهندسين. تمام? معقول نا يا كاست. طيب هنا بيسألني اهم سؤال اللي عشانه اصلا اتعاملت الفيتشر داتا سيت دي. اللي هو ايه? ايه هو اللي انت هتتعامل معاه جوه الفيتشر داتا سيت دي. تمام? طيب انا كنت مسبقا الصورة الفضائية اللي انا هرسم عليها كانت الارجال الجغرافي بتاعها او بتاعها كان UTMWGS84 زون ستة وتلاتين. يبقى انا لازم آآ طالما هرسم على الصورة دي اروح برضو اعمل نفس الارجال الجغرافي ده او داتا بيس بتاعتي او للفيتشر داتا سيت بتاعتي. تمام? في ايه هدخل المانوال. ابتدأ اختار UTM زون ستة وتلاتين وهكزا. وازبط عليه الفيتشر داتا سيت دي. اما عندي اختيار اسهل من كده. ان انا اعمل حاجة اسمها import. import يعني ايه? يعني يعمل لي ارجاع جغرافي او coordinate system شبه اللي انا هروح اشاول عليه ده. فانا هروح اعمل import منين بقى? import من الصورة الفضائية. فاهم اه فاول ما هعمل عليها select. وبعدين end. ايه اللي يحصل? هيبتدي الواحد ويعرف ان انا coordinate system اللي عايز اتعامل معاه هو UTMWGS84 زون ستة وتلاتين end. تمام كده? وهدوس next. اه هنا مش هعمل اي حاجة. next next finish. خلاص كده? يبقى تاني. احنا عملنا ايه في الفيتشر داتا سيت دي? بتدينا ننشئها وافترضنا لها اسم تايرو. والcoordinate system اللي هنتعمل اه اه بي في الفيتشر داتا سيت دي هو UTM زون ستة وتلاتين end. تمام كده? انا كده خلصت الخطوة التانية. اللي هي ايه? اللي هي ان انا بنيت الفيتشر داتا سيت. طيب جوه الفيتشر داتا سيت دي هبتدي اعمل ايه بقى? هبتدي ابني الليرز بتاعتي او الفيتشر كلاسز. تمام كده? فاعمل ايه? هروح اعمل جوه الداتا سيت. واقول نيو. وابتدي هنا اختار حاجة اسمها فيتشر كلاوس. احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي اه على سبين مثال. طبعا الترتيب مش اه يعني مش ضروري. بس احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ ننشئ بتاعة الروت وبعدين البلدينج. وبعدين اللان دماء. خلاص كده. طيب في النام. هحط اسم اللير بتاعتي. فسميها ايه? اكيد هساميها روت. تمام? طيب نوعها ايه? لين ولا بوينت ولا بوليجون? ملناش دعب التحت دول دلوقتي. خلاص انا بشتغل في ايه? يا لين يا بوينت يا بوليجون. واتفقنا ان اللير بتاعة الروت دي هيبقى نوعها ايه? هيبقى نوعها لين. يبقى انا هنا هاختار لين فيتشر. وهو عنس اعمل الخطوة دي لان الديفولت بتاع البرنامج على بوليجون. بعد ما هخلص اللير وعمل لها فنش هكتشف ان انا انشأت اللير من نوع بوليجون. مش من نوع لين. طيب ايه الحل فيها? خلاص انا طالما انشأتها وعملت فنش. تمام? طيب اللير طالما انشأت انها نوعها بوليجون. يبقى انا ما ينفعش ارسم طبعا اكيد فيها لين. هلاقي نفسي مقبر ان انا ارسم فيها شكل البوليجون بس. تمام? باخد بالي ان انا احط اسم اللير. وابتدى اختار من هنا. ما روحش على طول على نيكست. من غير ما اختار الطايب بتاع الفيتشر كلاس بتاعتي. خلاص. وطاعتها احنا اختارنا ايه? اختارنا ان هي تبقى لين فيتشر. واقول نيكست. خلاص. طيب. هنا بقى هبتدي انشأ الفيلس اللي احنا اتفقنا عليهم ان انا هافترضهم لرقود. خلاص كده. كل خلية من دول بريكورد. آآ بسوري بفلد. خلاص. احنا هنا في في الاركي كاتالوج مش بنشوف الريكورد خالص. ريكورد اللي هي صفوف. تمام? انا هنا ما بقى في الاركي كاتالوج انا بعمل ديزاين للتيبل. يعني ايه? يعني ببني الهايكل بتاع الجدول. يبقى ازا انا مش هتعامل هنا مع الريكورد خالص. انا هنا بنشأ الفلد اسمه ايه? ونوعه ايه? تمام? اما اللي انا هشوف الريكورد امتى? الريكورد دي هتظهر لما تعامل مع اللير دي. جوه الارك ماب. ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان انا كل ما هرسم لاين هيبتدي يتخلق له ريكورد. خلاص? هنشأ اللاين من هنا هرسم لاين يعني. فكل لاين او فيتشر هيترسم هيزهر قصاده في التيبل هيتخلق له الريكورد بتاعه. يبقى الريكورد ده بتاع اللاين ده فقط لغير. تمام كده? كلام ده هنعرفه لسه المرة الجاي. بس ناهم مني نعرف هنا ان انا ايه? انا هنا مش هيتعامل مع ريكورد. مش معنى ان الشكل هنا بالعرض ان ده ريكورد. لا انا هنا هتعامل مع اسم الفلد ونوه فقط لغيره. بتاعته. تمام? طيب اتفقنا ان احنا هيبقى معانا. اول فلد للروض هو اسمه ايه? اسمه نيم. فهتده اكتب ان الفلد نيم اسمه نيم. طيب الاتا طيب بتاعته. عندنا اكتر من طيب. يعني ايه? ايه شكل البيان اللي هيدخل في الفلد ده? شورت انتجر ولونج انتجر وفلوت ودبل وتكست وديت. ماناش ده عبل تحت الوقتي. تمام كده? طيب ايه الانواع دي? شورت انتجر ولونج انتجر وفلوت ودبل بيتعاملوا مع الاركور. يعني ايه يعني ما انفاش اكتب فيهم هروف. البيان اللي هيدخل. لو انا انشأت اه في اربع اه الاربع انواع دول. يبقى انا كده مقدرش هكتب جوه الفلد ده غير رقم. ما انفاش اكتب فيه حروف. تمام? طيب الشورت واللونج انتجر. يعني انا بتعامل مع ارقام صحيحة. يعني مش هينفعه هكتب العلامة العشرية. فلو الفاليو اللي انا عايز ادخلها في الفلد ده فيها آآ علامة عشرية. يعني مسلا عرض الشارع آآ استو لقيته عشرة متر وتلاتة من عشر. طالما فيه كسل او طالما فيه علامة عشرية. عايز ادخل ما بعد العلامة. لو انا كنت انشأت بتاعة الفلد ده شورتة او لونج انتجر يبقى هو مش هيقبل العلامة العشرية. تمام? هو هنا بيتعامل مع الارقام الصحيحة فقط لغير. تمام? الشورت انتجر بيقبل لغاية اربع خانات. يعني لغاية الالفات. اللونج انتجر بيقبل لغاية تسع خانات. تمام? يبقى انا لو هتعامل مع ارقام ملايين مسلا. الفاليو اللي هدخلها في الفلد ده مليون مسلا. يبقى انا لازم احط اه اخلي بتاعته لونج انتجر. لو عملت شورت انتجر هجا اكتب الخانة الخامسة مش هيقبل. تمام? طيب اما الايه الفلوت والدابل? الفلوت والدابل هم المسموحين بالكتابة العلامة العشرية. خلاص? بس ما هم بيسمحوا بالعلامة العشرية. بس لو حطيت رقم صحيح مش هيقولي لا. خلاص كده? يبقى الاشمل منهم الفلوت والدابل لانه هيتعامل مع الرقم الصحيح وهيتعامل مع رقم العشر. مفيش اي مشكلة. خلاص? طيب التكست? التكست هو معمول عشان يتحط فيه حروف. بيقبل ارقام برضو. تمام? يبقى الاشمل منهم ايه التكست? التكست بيقبل حروف وارقام. طيب الديت? الديت يبقى انا هتعامل مع يوم شهر سبع. تمام? لازم شكل الحاجة او شكل الفاليو اللي هدخلها ان انا بتعامل مع ديت فقط لغير. تمام كده? طيب. يبقى كده انا بتعامل مع اسم الشارع. اسم الشارع الداتا تايب بتاعته ايه? اكيد هتبقى تكست. خلاص? يبقى انا هنا كده سجلت ان انا انشأت فلد اسمه نيم والداتا تايب بتاعته هتكون تكست. طيب الفلد اللي بعده هقول مسلا عرض الشارع. تمام? طيب وانا بقيس عرض الشارع في الغالب الارقام اللي هتظهر معايا فيها ارقام عشرية. يبقى انا اكيد بتعامل مع ايه? مع فلوت او دابل. تمام? وليقول ان انا اختار ان انا هتعامل مع فلوت. طيب. محتاجين ليعرف ايه تاني عن الشارع? محتاجين ليعرف التايب. طيب نوع الشارع ده ايه? نوع الشارع ده هيبقى تكست. مؤقتا. عشان احنا لسه اه مبتدئين. بعد كده هنعرف ان انا اه اه بالنمج الارق جائز بيسمح لي اه ان انا عمل حاجة اسمها ساب طيب ودمين. بس لسه طبعا عشان نتعامل معهم خالص في المستوى اللي احنا فيه دلوقتي. بس هو المفروض الصح. عشان برضو نبقى عارفيني ان انا طبعا انا عندي حصر مصابق بنوع البيانات اللي هيدخل. تكست دي تصلح لاسم الشارع. ليه? كل شارع هيبقى ليه اسم جديد اكيد بالتبعية. تمام? فدي هعمله تكست. لكن الطيب بتاع الشارع انا مثلا عندي خمس انواع للشوارع هتعامل معهم في المنطقة بتاعتي. انا مسبقا عارف الخمس انواع اللي هتعامل مع ومش هتفاجئ بنوع سادس. خلاص يبقى ابدا ما اسيبها تكست. وخلي اليوزر كل مرة يكتب بايده النوع بتاع الشارع اذا كان برايماري او ساكنري. لقد انا هعمله زي كده هيختار منه. تمام? بس طبعا احنا في وقتنا الحالة عشان احنا نسا مبتدين مش هنتعامل مع الساب طيب والدومين. فمؤقتا هنكتب هنعمل الفيلد بتاع الطيب. مؤقتا فقط لليل. تمام? آآ ممكن نقول تمام احنا عايزين نعرف الماتيريا بتاعت الشارع. طيب الداتا طيب بتاعتها ايه? الداتا طيب بتاعتها تكست. تمام? خلاص هنكتفي بهذا القدر من احنا خلاص دي كده الفيلدز اللي احنا عايزين نعرفها او ده ديزاين الاتريبيوت تابل بتاع اللير بتاعت الرود. خلاص كده? خلصنا كده هنعمل ايه? هنعمل فانش. هيبتدي ايه اللي يحصل? هيبتدي. خلاص اللير بتاعت الرودز. ابتدت تنشأ وتنزل الفيتشر داتا سيت اللي اسمها كايرو. طيب افرد مسلا ان انا كان فيه فيلد جيد محتاج ان انا اضيفه نسيته. طيب انا هعمل ايه? لها حل اه طبعا لها حل. هنعمل على اللير. هندخل على التابل اسمها ونبتدي ننشأ الفيلد الجديد اللي احنا محتاجينه. ونختار بتاعته. ونقول اوكي. تمام? وبالمثل اذا حبيت ان انا اعمل ديليت لفيلد. كنت حطيته بالغلط وعايزين نشيله. هندخل بنفس الطريقة. رايت كليك بروبيردس. نبتدي نعمل سيليكت للفيلد ده. ونعمله ديليت من الكي بورد. وندوس اوكي. كمان كده. لحد كده نوقف التمرين ونسيب مسلا نقول قد دقيق عشر دقيق مسلا. الناس تعمل ديزاين بسيط للداتا بيس زي ما احنا عملنا عشان نكمل بقية. آآ تمام يلا نبدأ. خلاص المفروض كده ان نكون عملنا آآ تمنيين لغاية كده الخطوات اللي انا عملتها. آآ بالنسبة للسؤال اللي هو بتاع الفرق بين الفلوت والدابل. آآ زي بزبط الفرق بين الشورت انتيجر ولونج انتيجر. آآ احنا قلنا الشورت ولونج انتيجر بتعاملوا مع الارقام الصحيحة بس الفرق في ان اللونج انتيجر بيقابل عدد ارقام عبر. آآ كذلك الفلوت والدابل اللي اتنين بيتعاملوا مع الارقام العشرية بس الدابل بيقابل ارقام اكتر. تمام كده؟ نعم نسبة للسؤال بقى الفرق بين الفلوت والدابل. خلاص. آآ نكمل بقى بقية التمرين بتاعنا. احنا كده كل اللي عملناه احنا انشأنا آآ جيو داتا بيس. وانشأنا تحتيها الفيتشر داتا سيت. وآآ زبطناها بتاعه على يو تي ام آآ 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 زون ستة و تلاتين ان. ابتدينا ننشئ. او اللي هي الروت. وخلاص كتبنا البيانات الوصفية او انشأنا الجدول اللي هنحط فيه البيانات الوصفية. تمام? هنبتدي ننشئ تاني دير بقى اللي هي اللي هي بتاعة البلدينج. هعمل ايه? هعمل رايت كليك على الفيتشر داتا سيت. خلاص? وهعمل نيو برضو. نيو فيتشر كلاس. هبتدي ديها الاسم بتاعها اللي هو ايه? اللي هو بلدينج. تمام كده? الطائب بتاعها ايه? الطائب بتاعها بوليجون. احنا عايزين نمثل المباني بشكل بوليجون. تمام? ونقول نيكست. طيب ايه الفيلدات آآ المطلوبة آآ نعبر بيها عن البيانات الوصفية المخصصة اللي هي بتاعة البلدينج. هنقول رقام المبنى. مسلا. هنشق فعل آآ اسمه آآ نمبر. طيب الداتا طايف بتاعته ايه? الداتا طايف بتاعته هنقول ان هي انسب حاجة لها شورت انتجر. ايه? لان اكيد انا مش هنشق آآ آآ مش هقول رقم المبنى مفيش رقم مبنى في رقم عشر. تمام? ودايما الارقام المباني بتبقى صغيرة. يعني بتبقى الغيط الافات. اوكي? فالانسب لها شورت انتجر. طب انا مسلا آآ ارقام المباني في المنطقة آآ آآ اكتر من اربع ارقام. خلاص يبقى يحكيين في اللونج ان. ان انا اعمله آآ او تمام كده? طيب. الاااااا. استخدام المبنى مثلا. خلاص. آآ ما بين ساكني طيجاري ايداري. تمام? هنقول ان هو الداتا طايف بتاعته. خلاص. برضو زي ما التفاني مؤقتا. صح من كده ان انا طبعا هيبقى عندي حصر مسبق للبالز اللي هتدخل. يبقى انا بنشئها على شكل اصاب طيب او دومين. تمام كده? طيب ايه تاني? تمام وساعتها اختار مسلا ان هو يبقى ضابي لان اكيد هحتاج ان انا يبقى معايا ارقام عشري. تمام? خلينا نكتفي ببعض القطر عشان ما نزود يعني الزيادة ملهاش معنا. احنا بس كده بنعرف ايه الفلدات اللي احنا هنبنيها وهيبقى شكلها ايه? تمام? ونقول finish. طبعا هو هنا حاس ان النمبر دي المفروض يبقى بعدين underscore فهلس هو هيفترض لها الواحده النمبر underscore. تمام كده? يبقى انا كده انشأت layer كمان اسمها building ونوعها polygon. وانشأنا كمان الفلدات اللي احنا عايزين نوصف بيها layer بتاعت الباللينج. تمام? طيب عايزين ننشأ layer كمان للريال وي مسلا. تمام? يبقى انا هعمل ايه? write click على feature data set وهقول new feature clause. ايه? نسميها real way. هبنوها ايه? ابنوها line. next. طيب هنشأ مسلاً فلد اسم من ايه? عشانك في اسم خط السكة الحديد ده. وهيبقى نوة text. تمام? هقول finish. طيب محتاجين layer ايه كمان معنا? محتاج ايه layer للاند مارك? يبقى انا هروح على feature data set وهعمل new feature clause جديدة وهسميها لاند مارك. نوعها ايه المرة دي? اركز ان انا اخلي ايه نوعها point feature وهقول next. تمام? طب محتاجين نوصف اللير تاعت اللاند مارك دي بايه? نقول الاسم اللاند مارك نفسها. محتاجين ايه كمان? محتاجين بتاع اللاند مارك دي. يعني هي تجاري صناعي اه اداري استخدام ديني. تمام? انا هنا هيبقى معي فلد اسمه type. مؤقتا برضو زي ما اتفقنا هعمله text. تمام? واقول finish. اه يبقى احنا كده بشكل مبسط انشأنا اه اللي احنا هنتعمل معها جوه الاركماد. يبقى الخطوة تاني. الخطوة اللي انا بعملها دي ان انا بعمل من جوه الاركماد كتالوج. ليه عشان انا كده ببني قاعدة البيانات اللي هستخدمها في تخزين البيانات. لحين اتداء الخطوة او المرحلة اللي بعد كده. اللي هو انا هضيف اللي انا انشأتها دي جوه ببنامج الاركماد. عشان ابتدي اعمل وابتدي اعمل ادخال البيانات الموجودة في الجوه بتاع كل تمام كده? يبقى احنا كده في الاركتالوج عملنا ايه? بنعمل فقط لغير. اي شكل من اشكال او الديجي تايزينج ده ما بيحصلش جوه الاركماد. جوه الاركتالوج. ده هيحصل جوه الاركماد. اه تمام كده? اه نسيب مسلا اه تمن دقائق مسلا. اه نبتدي ننشئ فيهم بقية التلاتة لير دول. ونخلصهم بعدين نبتدي نشتعهم. اه طيب يا جماعة احنا المفروض كده خلصنا وقت التمرين. هنعمل بس مراجعة سريعة كده عن الجزء الخاص بالديزين الجيو داتابيس. احنا اتفقنا ان احنا انشأنا فولدر على الديستو. ومن جوه الفولدر ده عملنا نيو بيرسنال جيو داتابيس. وسميناها تست كايرو. بعد ما انشأناها عملنا جواها نيو فيتشر داتا سيت. وساعدها انشأنا الفيتشر داتا سيت باسمها كايرو. واخترنا ان الكوردينيت سيستيب بتاعها يبقى ايوتي ام آآ ستة وتلاتين ايه? تمام? بعد ما انشأناها عملنا رايت كريك نيو واخترنا فيتشر كلاس. تمام? قررنا الموضوع ده اربع مرات. كل مرة فيهم بلاير مختلفة. واخترنا اسم اللير. واخترنا النوع بتاع اللير. وايه الفيلز اللي احنا عايزين نوصف بيها اللير بتاع كل واحدة فيهم في الاتريبيوت بتاعهم. نعم? ده ملخص سريع كده. اه احنا كده بنين قاعدة بيانات بشكل مبسط. بتقبل. اه هتقبل ان احنا نرسم عليها اه على الجزء ده من السلطاقات امجي اللي احنا عرضناه من شوية. تمام كده? اه احنا كده يعتبر خلصنا المحاضرة بتاعت النهاردة. اه هندي بقى الوقت اللي باقي للأسئلة. الاول بس نبدأ بالأسئلة اه الناس اللي وقت في مشاكل وهي بتعمل التمرينة. خلاص? هنبدأ الاول بأسئلة المشاكل, الناس اللي واجهتها مشاكل وهي بتعمل التمرينة. عشان نتجاوب على مشكلة كل واحد فيهم. بعد ما نخلص الناس دو. نبتدي ندخل في الناس اللي عندها اسئلة. ما عندهش مشاكل بس عندها اسئلة بتخص الجزئية بتاعت الديزاين بتاع الجيداتابيس. لو خلصناها متبقى وقت نبتدي ناخد الاسئلة العامة بقى. كل حد عايز يسأل حاجة في الجائس عامة تا. تمام هل يمكننا استخدام جائس 10.2 اه تمام مفيش اي مشكلة احنا يعني كل كل يعني مثلا فيجن 10 بالحاجات التحتية 10 1 10 2 3 4 5 كلهم ما بيفرقوش كتير فعادي جدا ممكن نستخدم اي version من عيلة 10 مفيش اي مشكلة. لكن لو لسه عندنا طبعا هو مفروض يعني حدش لسه بيستخدم 9 فلا بس من 9 لتن لقى فرقة كتير يعني فرقة شكل الانترفيز جامد فلا تمام المفروض ان احنا بنشتغل باي حاجة من عيلة 10. بش مهندس احمد. السلام عليكم مساء الله خير. عليكم السلام. انا مش مهندس. يا بش مهندسة والله استفيدنا جدا من السيشن الجميع. الله يكريمك الله يكريمك. انا صراحة يعني عندي سؤال بس ما في التطبيق الان فكنت صابر لحد ما احد يسأل لكن شكله ما في حد اسأل. تمام. تمام. بالنسبة للصورة الجوية يعني مسلا انا لو داير نزل صورة مسلا لاي منطقة. الطريقة هنزل بها كيف يعني انا ما داير مسلا تكون هي موجودة. يدونيها في فلاش او تكون في الكلاود ولا في حاجة واستخدمها. لا. داير اعرف الطريقة من الارك اه جي اي اس كيف انا اقدر انزل اه صورة لمنطقة معينة. تمام. هو اي احنا عندنا اه حل من اتنين. هو اولا صورة لانا اعرفتها. هي صورة موجودة عندي على الهارد وانا بفتحها. تمام. فهدي المفروض ان الطريقة النورمال في استخدامنا للساترائي تاني. تمام. عندنا حل تاني. اه ان انا اقدر. بس يبقى معايا نت. ان انا عندي اه اه اطبعا كنكت بالنت بتاعي. وعندي حاجة اسمها add base map. تمام. اه هو هيديني اكتر من اختيار. هلا انت عايز اميجري ولا عايز مثلا ستريت ماب ولا عايز تيبوغرافيك ماب. ايا كان هي صورة للعالم كله. بس لازم تبقى الاول كونكت بالنت. يعني لو انت مش كونكت بالنت هتلاقي دول ديمت كده مش اكتف. طبعا بما اننا احنا فاتحين نت فاردي مستخدمين نت فاردي مستخدمين نت فاردي تقيلة شوية. تمام. على ما يظهر المفروض هيظر قدامي اكتر من اختيار فهتبتدي تختار مسلا انت عايز تعرض الصورة اللي عندك نوعها اميجري وتبتدي تشتغل بها وتعرضها زي ما احنا عارضين بالزبط الصورة الفضائية دي. طيب مشكلتها ايه? مشكلتها ان انا لازم ابقى الاول متصل بالنت. كمان? ايه ولا? مع كل حركة اعملها الدنيا تبقى تقيلة. طبعا باب يتوقف على صورة النت عندك. انا الان ظهرت معي كم صورة. ظهرت معي اميجري. اميجري ويس ليبلز. ستريت. توبوغرافي. كتير من الصور ظهرت معي. لو انت حركة عايز تنزل صورة زي اللي انا عاملاها دي. يبقى حركة هتنزل اميجري اللي هو اول اختيار. تمام? وهتنزل معيك. بس تبقى. وطبعا تقدر تعمل زوم على الناكن اللي انت عايز تشتغل فيه. وتشتغل دعم ديجتيزنج عادي جدا زي ما انا هتعامل مع الصورة دي. بس مشكلتها ان مهما كان صورة النت عندك برضو انت الوقتي بتكونكت على النت. فكل حركة بتعملها هو بيروح يعمل كأنه بيعمل للصورة يعني ظاهريا. طيب اللوكيشن احدده كيف يعني بيختاره هو ايتوماتيك من حسب الحفل. لا لا هو هو المفروض بينزل لك الصورة للعالم كله انت بتعمل زوم على المنطقة اللي انت عايز. اوكي اوكي. تمام? الا لو انت عندك داتا مسبقة يعني مسلا لو انا كنت هنا ضيفة الداة مسلا بتاعت الروت بتاعتنا بتاعت مصر. فو عمنا زوم على منطقة معينة هو هينزل على نفس الزوم اللي انا وافع عليك. تمام? اوكي واضح. ده اول حل. ده اول حل. الحل التاني ان احنا فيه برامج معينة كده ممكن تعمل عليها على النت بتعمل داونلود للصورة للصورة الفضائية آآ آآ يعني فيه برامج معينة يعني لو حاكبتنا بس احصلها بقاولك على اخطر من مصر. تمام? آآ بس آآ طبعا انت بتعمل بتحاول تعمل داونلود يعني انت بتختار بالاول بتحدد الاريا اللي انت عايز تعمل لها داونلود. وكل ما كبت الاريا دي كل ما كان هتحتاج وقت اطول وسائز اكتر للسرع اللي هتنزل. تمام? اوكي تمام تمام. واضح. ده حل. واضح. واضح. مشكورة يا باشمالي سايشوكرا جزيلا. العفو علي فتنعفو علي. تمام؟ معلش انا عفلت لشات. تمام. اسؤال بس بتاع آآآ الفرق بين ArcGIS 10.3 وArcPro هو بس ArcPro ده إصدار الأحدث إصدار لبرنامج l-ArcGIS يعني خلاص برنامج l-ArcGIS العادي آخر إصدار نيزل ليه كان 10.8 وبعد كده شركة إزر تبدأت تنتج البرنامج تحت إسم جديد اسمه ArcGIS Pro فالArcGIS Pro ده الإصدار الحديث لبرنامج l-ArcGIS العادي بس اختلف طبعا شكل الانترفيس جامد جدا عن يعني شكل بتاع الانترفيس ده اللي احنا متعودين عليه طبعا الـ Concept ما تغيرش أكيد بس شكل الانترفيس اختلف عنه عن برنامج l-ArcGIS Pro بس هو ده الفت في سؤال بيقول وإحنا ليس استخدمنا البرسونال mdb تمام هو إحنا عندنا نوعين من خواهد البيانات personal g-data-base و file g-data-base الـ Creation فيهم التولز اللي فيهم ما بتختلفش اطلقها سواء استخدمت ده أو ده لكن الفرق بينهم بيبقى فرق في الـ Size يعني مثلا الـ Personal g-data-base دي حجمها لغاية 2 جيجا لكن file g-data-base دي unlimited يعني لو أنا المشروع اللي أنا هشتغل عليه بيجي size tato كبيرة يعني حجم المشروع و data اللي أنا هستخدمها كتيرة فالأفضل إن أنا استخدم file g-data-base كمان لو أنا عايز بعد كده رفع الـ DataBee عمل لها upload database بتاعت دي عمل لها upload على السيرفر فالمفروض إن هي يكون نوعها file g-data-base الـ Personal g-data-base مش هينفرط رفع على السيرفر في فرق في الـ Extension personal g-data-base extension بتاعتها mdb لكن file g-data-base extension بتاعتها gdb تمام؟ ده كده الفرق بالنسبة للشكل ليه بقى أنا اخترت Personal g-data-base لأن إحنا طبعا بنعمل sample حاجة بسيطة كده عكيد مش محتاجين size كبير مش هنرفعها كده على السيرفر طبعا لو كنت عملت file g-data-base برضو مكادشة تفرق يعني بسنقصد إن إحنا مش محتاجين حاجة size بتاعتها كبير ولا هنرفعها السيرفر فالاختيار الأفضل في الحالة دي هو Personal g-data-base سؤال تاني بيقول هو ليه عملنا الطريق كخط رغم إنه لها عرض كبير مش عملنا polygon تمام هو المفروض المتعرف عليه إن إحنا بنعمل الroads line لأن في الآخر الهدف بتاعي الconcept المفروض طبعا إن أنا الroads ده بيبعباره عن network ما فيش حاجة اسمها network polygon polygon ده بيتعمل عشان المساحات طبعا بعد كده إحنا طبعا وإحنا بنعمل design الـ database بتاعتنا بنبقى بصين على المرحلة بعد إنتاج البيانات وهي مرحلة analysis فأنا المفروض إن أنا لو هعمل analysis للroad ده أنا هعمل عليه حاجة اسمها network analysis اللي هو أنا عايز أخذ التراكات من الroad ده والتراكات مش بتمشي على polygon التراكات بتعمل المسارات يعني أنا أنا عايزة أروح من النقطة دي للنقطة دي هي لازم المسار بيمشي على line مش على polygon فما ينفعش إن أنا لو هدخل في مرحلة analysis إن أنا عملها بشكل line طيب في بعض المشاريع بتبقى محتاجة العرض بتاع الطريق لا خلاص هنقيس العرض بتاع الطريق يعني مساح هو نازل وردي هو بينزل عشان يجيب لي اسم الطريق وبيجيب لي حالة الطريق والماتيريال وكل حاجة فبالمرة هتحطلو منه العرض بتاع الطريق وهدخله كرقم مش هعمل بوليجون عشان إسمي لأنا هدخله كرقم تقريبا فيه سؤال بيقول هو مش الأفضل إن إحنا نستخدم فايل جيو داتا بيز عن البرسونل لإن يعني أنا قلت الفرقات اللي ما بين البرسونل والفايل إن إحنا أنا هستخدم فايل إمتى لو أنا هرفع على السيرفر أو لو الداتا اللي أنا هشتغل فيها حجمها كبيرة تمام طبعا لما الداتا على السيرفر بتسمح يعني بتبقى مالتي يوزر يعني أخطر من يوزر يقدروا يدخلوا على نفس الداتا بيز يميلوا فيها لكن البرسونل جي داتا بيز هي من إسمها يعني بتفتح يوزر واحد فقط لغير هو بس اللي يشتغل عليها تمام دي الفرقات اللي اللي عشانها عندنا نوين دول لكن أنا 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 تسعى مش هرفع يعني إيه بتظهر مشفرة دي هل ممكن استخدام برنامج ARCMAP 10.2 .2 آه أنا رضيت على السؤال دا والساعة تقولنا ان احنا اي حاجة من عيلة ARC10 تنفع لان ما فيش بينهم فرقات يعني جوهرية كلها حاجات لأشغال عادي مش تفرق معنا رقم البرج في سؤال بيقول ممكن نعرف الفرق ما بين Geographic and Projected Coordinate System Coordinate System طيب هو يعني الإجابة على السؤال دا يعني محتجلة محضرة كاملة بس خلينا نقول ان انا في Geographic انا بتعامل مع يعني باختصار بس كده عشان جاء السؤال دا طويلة انا انا في Geographic Coordinate System اللي هو نظام الاحداثيات الجغرافي انا عندي نوعين من انظمة الاهداثيات نظام احداثيات جغرافي او Geographic Coordinate System وعندي حاجة تانية Projected Coordinate System او نظام احداثيات مسقط او بنسميه احيانا Map Projection باختصار الفرق من اثنين ان انا في الGeographic بتعامل مع سطح قروي يبقى الارايات بتاعة الاحداثيات هتجيلي على شكل degree minute second او على شكل decimal degree تمام لكن الارايات اللي بتجيلي من نظام الاحداثيات الموسقط بتجيلي على شكل X يعني رقم على مشرية رقم تاني ده ده شكل الارايات لكن طبعا في يعني شرحي طول بس يعني خلينا نقول ان اجابة السؤال ده محتاجة محاضرة فيعني ده ده كده جابت السؤال بشكل سريع يعني هاي في اسئلة تانية وشوان دس وفي سؤال مش فاهم الكتابة هو تقريبا هو هل في ربط او هل بين طريقة النقلم تقريبا ما بين مش عارف با هو الارك جي اي اس يام سيفل سري او هو بيقول ممكن تشرحي لاحقا النقل من الارك جائز سيفل سري يعني هو مش تخصصي سيفل سري دي بس بس يعني احنا قدامنا في الارك جائز ده الدنيا لسه طبيعي ده لسه بني بني بس انا شخصيا صراحا مش تخصصي سيفل سري دي فانا كده كده يعني انا مبغرفش اشتغل عليه على سيفل سري دي انا بتاعت ارك جائز بس تمام بش مهندس ابراهيم نبيل ممكن حضرتك تفضل السلام عليكم بش مهندس اي 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 اه حضرتك انتبع بش مهندس الا احمد اللي هو ازاي مثلا تبزل تنازل اي الاتاباز من على ارخم اي انا نزلت مش عارف احفظ ازاي الجهاز عشان مسلا استخدم ها في شغل بعد كده يعني لا هي دي انت طالما انا نزلت باستخدام ارخم ما بدا فانت بتعرض الصورة فقط لجري يعني مش تدار تعملها سيف اي 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 لا مش تدار وانا حاليا حاليا انشاء الله راح سنة ثالثة ادب بغرافيا انشاء الله ممكن اتخصص شعب النظم وكانت لسا امتلا في المجال برضو فالتبعات دكتور جمعة دهود وحطم طارق وقرات كتر من كاز مارف بدي في المجال ده وطلعت خرطة بشكل ممتاز جدا يعني وحتى خدت خدت فيها رأى ناس كتير فجاله كويس ازا مسلا امتلا من نفس اكتر وقتر وبردو طبعا شرح امتلا كان دكتور احمد فاروق على المعطب تمام في حاجات مسلا ممكن تطورها حاجة ازا كده يعني ساعدني تسول عمل قدام او حاجات مسلا سيستم امش عليه تمام هو انت طالما حياتك بتقول ان انت يعني مشيت على مراه انت بقى لو عايز تطور نفسك في الخطوات اللي بعد كده ممكن تبتدي تدخل في الانالسس زي ما انت فأنا ان احنا عندنا تطبيقات كتيرة قوي انواق انالسس كتيرة قوي في الاركي جاييس ممكن تمسكهم واحد واحد تشتغل عليهم ممكن تبتدي تفكر في الاركي جاييس اونلاين ممكن تبتدي تدخل في تراك الاتابيز لو لك في البرمجة تقدر تدخل في البرمجة بس يعني خلي البرمجة اخر اختيار لان انت انت كده كده مؤهلك مش هيخليك ان انت تشتغل كمبرمج جاييس يعني هو في الاخر مبرمج الجاييس هيتقل الناس يعني الشركات الافضل بتختار مثلا خريج حد اصلا يكون مؤهل مبرمج يعني انتو حاسبات معلوماته كده يعني انا مش هيخليك وقت في سكة البرمجة يعني الاختيارات التانية افضل منا بس مفيش منا طبعا لو انت حابب انك تتزود نفسك لكن انا اصد ان مؤهلك مش هيخليك انك تشتغل كمبرمج جاييس تمام مشكر لحضرات نا نا فإن السؤال هو المحضرات دي هترفها ان شاء الله هترفع القادة على القادة تحضرتك على تيتيوب ولا ايب الزرف عشان مثلا في محضرة اول محضرة مش ربت تحضرها السبب معين يعني فمش عارف ان شاء الله ماهو كان داع على تيتيوب وامش هو البول يعني او او باذن احنا في كل محضرة ان شاء الله احنا بنسكد ويعني كده كده الشوهندس هيرفع عنده على القروب وانا هحفظه برضو عندي وارفعها على اليوتيوب على قناة اليوتيوب بتعتي انا مش شكرا جدا انو بشماندست وعفوا الفيديو اللي فات على فكرة المحضرة اللي فاتت انا رفعها يوتيوب والبشماندست برضو منزل عنده على الجروب يعني انا مش شكرا رب انا باريك حضرت نعف على اي فان سؤال بيقول انا كله اربية قسم دغرافيا وبحب المجال ده هل هو مقتصر على اداب بس هو لا هو الجائس داخل في تخصصات كتير جدا هو لا غنى عنه والطالب اداب قسم غرافيا يعني ده روح القسم غرافيا الحقيقة لكن ده ما يمنعش ان فيه تخصصات تانية كتير قوية بتشتغل في الجائس واصبح برضو حاجة جوهرية من نسبة لها كل اقسام كليات هندسة بيتعاملوا بالجائس الناس بتوع حاسبات ومعلومات بيشتغلوا بالجائس الناس بتوع علم جيولوجيا كل ده بيشتغلوا بالجائس الناس بتوع قليات تخطيط عمراني الناس مثلا يعني هو اي حد ليه علاقة باللوكيشن او شغله بيتعامل مع لوكيشن لا يقدر يستخدم جائس عادي هو مش مقتصر خالص على اداب ورافيا بس اي سؤال بيقول اه لو لقدر الله ما تخصصتش نظم هل ده ممكن يأثر لو دخلت شعبة تخصص عام مش تخصص جي اي اس او تخصص جي اي اس تمام هو وضح ان السؤال ده من حد طالب في كسم ورافيا وطبعا كلية اداب كسم ورافيا فيها شعبتين شعبة عامة وشعبة جائس او في احيانا كل جامعات تانية بيبقى فيها شعبة خرايط ومساحة عامة هو انت خريك شعبة عامة او خريك شعبة جائس هو الفيصل في الاخر يعني اي شركة بيطلب ناس بتعمل تست واللي بيعدي من التست ده واللي بتقبل فانا انا كصاحب شركة مش هيفرق معايا انت خريج ادب جرافيا شعبة عامة ولا شعبة خرايط ولا شعبة جائس انا كده كده انت بتتقدم بتقول ان انت بطرف تشتغل على جائس طبعا ما فيش شركات بتقبل حد يعني يعني سول عمل دلوقتي مليان ناس كتير بتقرب جائس فمش مطروح ان فيش شركة تاخد مثلا حد حديث التخرج يتعلم جوا الشركة عشان يشتغل والأوبشن ده مبقات مطروح كلام ده وكن احنا سول عمل مفهوش ناس كتير فتبطل الشركات ان يتعلم الناس وتقبلهم لكن دلوقتي سومليان فاحنا كده كده اي شركة الفايصل بالنسبان ان انا عمل لك تيست عدت من الاختبار دوت خلاص انا هقبلك ساعت انا مش هبص خلص لموضوع المؤهم فالهو الناس اللي شاب عامة ما تزعلش خالص هي بس تحاول ان هي تزاكر جائس على قد ما تقدر تاخد كورسات نشوف اي وسيلة من وسائل التعليم وتزبط نفسها اهم حاجة ان هي تعدى من الاختبار هتعملوا اي شركة لها اه بسؤال بيقول انا لو كمل هل انا لو كملت جي اي اس ويب ديفلوبر اه فالناس هتدور على شهادتي برضو ولا انا فهم المجال او لا او يعني او او مصنع الشركات بتفضل حاسم او يعني هو انا يعني انا كشركة هو اللي بيشتغل مبرمج جائز ده هو اصلا بيبقى مبرمج تمام وبعد كده بيبتدي تعلم ازاي برمج في بيئة الجائز لكن انا مثلا انا ما درستش برمجة فانا لسه هتعلم برمجة من اول و جديد عشان اوصل ازاي برمج في الجائز طبعا يعني انا كشركة طبعا ناخد المبرمج جاهز المؤهل اصلا برمجة يعني هو سابق لأي حد غير مبرمج من هو درس 4 سنين كاملين برمجة فهيبقى سهل بالنسبال ان هو يرا في برمج جوابية الجائز تمام يعني هو اي حد مبرمج هيرى في برمج جوابية الجائز لكن بتاع الجائز بالطبيعة لو هو مش درس برمجة مش عارف برمجة بس هو ده يعني معنى الرد بتاعي في سؤال بيقول هل في الكورس هناخد برمجة في الجائز لا طبعا احنا يعني احنا مش هنلاحق اصلا على ان احنا بندرس البيزيكس تحت الارك جائز طبعا اكيد مش هندخل في برمجة الجائز خالص في سؤال حديث التخرج ممكن يشتغل فين بحيس انه ياخد خبرة او اي الاماكن اللي ممكن تقبل حديث التخرج هو اماكن كتيرة ممكن تقبل اي حد حديث التخرج بشرط انه يكون بيعرف يشتغل جائز هو ده الشرط انا في الشركة دلوقتي هتقبل حد ما بيعرف يشتغل جائز واو مرة يشوف البرنامج زي ما اتفقت النسول عمل مليان الناس دلوقتي بيعرف وجائز انا انا كشركة اللي خلينا روح اخذ واحد وليس اعلم ه تمام انا روح اخذ الجاهز تمام فما بيفريش خالص موضوع حديث تخرج او مش حديث تخرج الفايصل بالنسبة لي انت بتغ اشتغل ولا لا في سؤال بيقول هي ايه البرامج اللي بنزل منها الصور انت ممكن تابع معيش سيرش على النيتر ان انا يعني هو في حاجة اسم بص هو في برامج كتيرة في برنامج خلينا ابعت لكم اسم وشان هو اسم صعب الحقيقة تمام انا كده ده اسم البرنامج اللي الناس سألت عليه بيحمل الصور فضائية تمام البنامج ده جمع بس ردا على الناس اللي سألتني بخصوص ان احنا عايزين نحمل صور فضائية لكن هو ده يعني احنا مش هنحتاج ه في الكورس بتاعنا اطلاق ده ردا بس على سؤال احد الزملاء لكن احنا يعني اللي مش عايز يحمل احنا مش هنستخدم اصلا في الكورس بتاعنا ده خالص تمام كده في بس حد سريعا بيسأل وده يعني اخر سؤال كده بيقول في مشكلة بين الصورة والداتا بتاعة البازماب اللي احنا رفعناها طيب هو بس انت دقق في الاختيار البازماب دي بتاعها مصر كلها تمام الصورة ده جزء من حي في القاهرة فاكيد لو عملت دوم على الصورة هتلاقيها ان هي جزء صغير جدا واقع على الوكيشن بتاع الداتا بتاعة مصر تمام تخلي بالك من النقطة دي اللي اتنين مش هينطبقوا على بعض الصورة الفضائية هتقع في حتة صغيرة جدا من البازماب تمام كده اخد بالك بس من النقطة دي اه في تكير كده الاركماب بيغير نظام الاحداثيات في الاسفل على اليمين اه هو انت بتختار بتختار العرض بتاع الداتا يعني طريقة العرض يعني انا هنا مختارين ان هو بالمتر تمام في المكان ده مفروض كده الشاشة باينة ولا ايه لا هو الزهر انا كده كده الاركماب زهر تمام ايوة تمام تمام كده صيب احنا كده عاملين الديسلي بتاعنا يطارد بالمتر طب لو انا مثلا عايز اعرضه دجري من ساكن انا هروح على الداتا فريم كده هتكليك برو بيرترس تمام الديسلي بتاعي مثلا ما هو على متر هخليه مثلا دجري من ساكن تمام فاصبح طريقة العرض بتاعي بيجيب لي الاحداثيات بشكل دجري من ساكن بس كده احنا اللي بنتحكم فيها بس من خلال الاركبيب تمام كده غطينا كل الاسئلة كده تمام الانديسة حضرتك ممكن تضعيك تفضلي شكرا على المحضر تفضلي وفي للناس كلها مع السلام السلام